ايه ده وفيه كارتونات خاصة برمضان بس ينظر تفرج عليها في رمضان عادي ومقلقش انا طبعا فيه اكثر من 11 كارتون مصري اتعمل تقدر تفرج عليها في رمضان بهم وفوش اي مشكلة خالص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم فيديو من قناة كارتون ومانجزاك ومعملين يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا بجد كل سنوات طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب انا اريد اتكلم معاكم عن 11 كارتون مصري اتعاملوا تقدر تفرج عليهم في رمضان وهي كارتونات رمضانية 100% كلهم اتعرضوا في رمضان وكلهم لهم بصمة وعلامة في رمضان تلازم تسمع صوتهم في رمضان فانا هقول ان هردر حتشاء كارتون دول وهقول قصة سريعة كده عنهم وان المرخص بتاعهم كده سريعا بس طبعا قبل ما تبدأ دسوش لايك وسبسكرايب وتنشير فيديو مع اصدقائك وتابعوا الفيديو بسانت و دياستي بسانت و دياستي كارتون يعني نوعا ما من الارياف شوية بتكلم عن قصة دياستي اللي عايش هو كفر ابو عجوة وده شخصية نوعا ما نقدر نقول انها فقيرة شوية وتفكيرها محدود شوية لكن هي بتكتشف ان في عصر الريف اللي فيه بتبدأ التكنولوجيا ترسداهر عامدها وكمان الكافير اللي هو كان بيعط فيه كان بيعط فيه شخصيات كتير وبتدر احداث بقى المسلسل على هذا النهج والمخابرات اللي بتحصل ودائما بيحاول فاهم العالم كله والقرية بتاعته انه هو شخصية ذكية ومهمة وكده هو اصلا عكس كده خالص الكارتون ده اول مرة اتعرضت كنسات 2008 له اربع اجزاء وتسعين حلقة وبالملاسبة الحلقات بتنزل وكلها موجودة على اليوتيوب يعني عادمك ترجع عليها بسهولة جدا انا انفرجتش عليه كله بس فيه حلقات منه كانت بتعجبني شوية كوميدي بانصحكم برضه انكم تشوفوه الكوبتان عزوز كارتون ده كان بالنسبة لي اعتبر طفرة شوية فعلا من الكارتون لانه كان من اول الكارتون الشخصيات الحقيقية اللي هي البشر بالكارتون شوية كان شكله نوعا ما غريب قوي في البداية اتعمل منه تقريبا خمس مواسم ثلاثة منهم اجزاء قديمة اللي هي الكوبتان عزوز واثنين منهم كان الكابتن عزوز الفكرة كلابس من عزوز ده هو عبارة عن كوبتان ابو سابلو سفينة سماش مندورة وطبع العزوز لا يتسم بالشجاعة ولا الذكاء ولا اي حاجة خالص كل الحكاية اللي هي اخذ السفينة ديت ويتحمل مسؤوليتها وتبدأ تدور احداث بقى ان هو لازم يحافظ على السفينة والمغامرات اللي في كل بلد وما الى ذلك وطبعا بيبقى معها شوية شخصيات دور اللي بيبقى فيهم برضو حاجات كوميديية وكده قصة نوعا ما كانت جديدة لكن الكابتان عزوز نفس القصة بالزبس بس بدل السفينة كانت طيارة والشخصيات نوعا ما اتغيرت شوية وجاب الشخصيات جديدة كله كان مسلسل ناجح بردو جدا خبس مواسم وكل موسم فيه 30 حلقة لانه كان بتاعيته شهر رمضان سنوحي سنوحي يعتبر من الكارتوانات المصرية جدا لانه كان بتكلم عن ايام الفراعنة والمغامرات اللي كانت بتحصل لسنوحي او اصدقاء وحابي وتيتشري لماذا يعرفوش ان كانت اغنيته مميزة جدا جدا في رمضان كان دائما بتيجي دائما الساعة 10 بالليل كان بعد صنوات الترايح بالزبط كنت دائما استناهوا وكان على طول بيجي بعده علاء الدين وكان كل ده بيجي على قناة MC3 بيتكلم طبعا عن زي ما قلتلكو سنوحي وهو بيقابل المغامرات بتاعته أثناء المغامرات في العهد الفراعنة وكمان بيتكلم عن بقى حاجات مصرية والحضارة المصرية والمغامرات التي كانت بتحصل ما بينهم ما بين صحابه وطبعا شوية معلومات للأطفال المفتش كرومبو تعلم حدش هيفتكره قوي لان ده كان قديم جدا وقبل ما كان كارتون كان عبارة عن فوزية فوزية البوليسية شوية كان هو عبارة عن مفتش وكتشف بقى العمل الحاجة ديت او اخذ الحاجة ديت سواء اخذها او عملها على حسب الفزولة كانت بتحصل وكان بيبقى دائما فيه ثلاثة وانت دختار واحد بس وده كان بيسأل كل واحد ومن خلال الاجابة بتاعته انت بتعرف من العمل كده وبعد كده اتطور شوية وعمل منه كارتون كارتون ده كان نوعا ما مختلف شوية انه كان نزل في نفس السنة كارتونين كارتون الاول كان مع سحس وحنبوز رويبوزو دول كانوا مساعدينه وده كان كارتون منفصل بثلاثين حلقة وكارتون تاني على القناة تانية كان عبارة عن مفتش كرومبو وحمقشا ابن اختو كان برضو مع القناة تانية كان برضو ثلاثين حلقة وده كده كانت سنة 2009 2010 نزل كجزء تاني من الكارتون التاني اللي هو كان كرومبو مع حمقشا طبعا اعرف ان تلغبط شوية بس الاتنين موجودين على اليتيوب بالنسبالي الكارتون بتاع سحس وحنبوزو كان احلى بتاع حمقشا برضو كانت الاغنية بتاعته حلوة جدا وكان برضو نفس القصة بتاعتهم بس الفكر ان كان مع حمقشا كانت قصة متكاملة خلال الحلقات يعني مثلا كل ارك حاجة معينة بتاخد خمس حلقات لكن الكارتون التاني اللي كان مع سحس كان كل حلقة بيبقى مشكلة واحدة وبيحلوها في الحلقة اللي بعدها بيظهر الحل وبالنسبالي رسم كارتون بتاع كرومبو سحس كان احسن التاني كان نوعا ما كان متقدم اكتر بس كارتون سحس كان تقليد شوية وكان بقى ان سحس وحنبوزو هم الشخصيات الرئيسية خلال القصة حتى من ايام الفوزير فبالنسبالي كانوا احسن والكارتون اللي بعده وش سلندر طبعا زي ما ديزني عملت كارز اللي هو كان بارق بنزين احنا بردو المصرين ابتكرنا عملنا وش سلندر كانت العربية نفسها مختلفة شوية اللي كان لولها ازرق كانت عبارة عن العربيات اللي هو ش سلندر كان عند معرض عربيات وبالتالي شخصية بتشتريه وكان حفظ شخصية تانية او عربية تانية اسمها شعندها وبردو حد تاني اشتراها كانت بنت المهم سلندر بيفزن انه يدور على شعند في اماكن كتير لحد ما في الاخر يجب ان يجعل صاحبه الاشتراك يحب صاحبة العربية شعنده عشان يحبوا بعض ويتجاوزه وبعدين هو كمان ياخدش عنده وتبقى معها المهم بيتور احناس طويلة في هذا المكان وبتظهر طبعا ربما من الاشرار وكل دا انت هترافوه من خلال سياق المسلسل 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 تعاد في 2011 نفس اللي عمل كارتون كرومبو وحموكشو هو اللي عمل وش سلندر كان كارتون طحفة بصراحة كان عبرنا عن جزء واحد بس بثلاثين حلقة اشتركوا في القناة